الرئيس هادي في عدن مما لا شك فيه انه حدث ليس بالهي بالنظر الى ظرف العودة وما سبقها من حجية ساخرة على هذا النحو يمكن تفحص المشهد اليمني وفهم حجم التعقيد الذي يشوبه فان تعد عودة رئيس الى بلده بمثابة انتصار تلك مشكلة والمشكلة الاكبر ان يكون العائق امام عودة الرئيس هو طرف خارجي جاء لنصرة هذا الرئيس نعم ذاك هو المشهد مجملا في اليمن اما في تفاصيله رئيس لجأ الى دولة شقيقة واستعان بها لاسترداد شرعيته ثم ما لبث ان تحول الى رهينة لخلاف قادت اليه اطماع طرف مشارك في الحرب لمصلحة شرعية والمقصود هنا الامارات فما استطاع هادي العودة الى عاصمته السياسية المؤقتة الا بعد ذهابه الى ولي عهدها وحاكم عاصمتها ابو ظبي محمد بن زايد ثم تسنى له العودة بعد ذلك كيف تمت العودة وما هي التفاهمات التي جرت خلال الزيارة ليس واضحا بعد فقنوات السياسة العربية لا تتحدث بشيء سوى اواصر العلاقة بين الاشقاء رغم الشقاق الواضح لكن ما هو خفي اليوم سيتضح غدا فاستمرار الاحداث يعمل عمل السيل المتدفق لا يطيل كثيرا حتى يخرج المطمور الى السطح مدة بقاء الرئيس في عدن وطبيعة تحركاته ستوضح كثيرا ما اتفق عليه في الزيارة وهل ستغير عودة الرئيس من طبيعة المعادلة على الارض في العاصمة المؤقتة ام ان موازين الامور ستبقى على حالها ويظل كل طرف في مكانه ومقامه حتى تفاهمات اخرى او انتكاسة جديدة في العلاقة كل شيء وارد فما من واقع يدوم طويلا خصوصا في بلد تتخطفه الحرب والازمات اشتركوا في القناة